موسيقى رئيس السيسي يؤكد ان مباحثتهم مع رئيس جيبوتي تناولت الوضاع الاقليمية في منطقة القرن الافريقي وامن البحر الاحمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يستعرضوا مشروعات الهايدروجين الاخضر بمنطقة قناة السويس عودة ابطال المنتخب الوطني لكرة القدم الى القاهرة بعد الاداء البطولي والمشرف في كأس الامم الافريقية الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم موسيقى 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 متميزة هي العلاقات التي تجمع بين مصر وجيبوتي وذلك على المستويات كافة وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين تطورا في عهد الرئيس سيسي لسيما خلال ترأس مصر للاتحاد الافريقي عام 2019 موسيقى اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على الاسعادة كافة ومدعومة بارادة سياسية قوية ومتبادلة ورحب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره جيبوتي اسماعيل عمر جيلة بقصر الاتحادية بالرئيس الضعيف في بلده الثاني مصر مشددا على ان هذه الزيارة تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الاسعادة الثنائية والاقليمية تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرص في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدين واتفقنا على اهمية تعامل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المتبادلة ومساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية الاقتصادية في جيبوتي وجهود افتتاح فرع بنك مصر هناك خلال الفترة المقبلة واكدنا على ضرورة الدافع قدما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجهود انشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي هذا بالاضافة الى تعزيز التعاون في مجالات النقل وربط المواني وتابعنا الجهود الرمية الى تسير خط طيران مباشر بين القاهرة وجيبوتي الى جانب التعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم بالاضافة الى التعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتأهيل الدعاء عبر نشر قيم الاسلام الوسطية من خلال المؤسسات الدينية العريقة بالبلدين وعلى رأسها الازهر الشريف واكد رئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي على ما تتحل به مصر من ارادة سياسية تهدف الى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في اطار زمني مناسب بما يعزز من الامن والاستقرار الاقليمي استنادا الى قواعد القانون الدولي ومقرارات مجلس الامن هذا وقد اضاف سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه تم تأكيد على اهمية العمل على ترصيخ الامن والاستقرار في منطقة القرن الافريقي وفي منطقة البحر الاحمر تطرقنا الى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحل به مصر من ارادة سياسية تهدف الى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في اطار زمني مناسب بما يعزز من الامن والاستقرار الاقليمي استنادا الى قواعد القانون الدولي ومقرارات مجلس الامن كما تناولنا الاوضاع الاقليمية في منطقة القرن الافريقي وامن البحر الاحمر والتي حظيت بأولية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم في ضوء ما تحتويه من بؤر توطر من الواجب احتواؤها فضلا عن العمل على ترشيخ الامن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من قاراتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكد رئيس جيبوتي اسماعيل عمر جيلاء ان زيارته لنصر اليوم تعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط اخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الاصعدة هذا وقال رئيس جيبوتي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي قال ان محادثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت بناءة ومثمرة وتناول الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة بالاضافة الى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لقد اجريت مع اخي الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات بناءة ومثمرة حيث تناولنا سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة كما تبادلنا الرؤية ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك قد اتفقنا على اهمية الانتلاق بعلاقات البلدين الى افاق جديدة رحبة من خلال تطوير اطر التعاون في شتى المجالات والميادين ذات الاولوية شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظير الجيبوتي اسماعيل عمر جيلة بقصر الاتحادية توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين وشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم لانشاء الية تشاور سياسي بين وزارتي خارجية البلدين كما تم توقيع على مذكرة تفاهم لانشاء منطقة لوجستية في جيبوتي ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة والموارد المتجددة وكان الرئيسان عبدالفتاح السيسي واسماعيل عمر جيلة عقدا مباحثات منفردة بين الرئيسين عقبتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين تناولت تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات والتنصيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الامن الاقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة كان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم بقصر الاتحادية رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة جرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف وقد استعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلام الوطني لكل البلدين وصافح الرئيس الجيبوتي عددا من المسؤولين الذين كانوا في استقباله كما صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي الوفد المرافق للرئيس الجيبوتي تتسم العلاقات بين مصر وجيبوتي بالتميز على المستويات كافة الرسمية والشعبية وسط تنصيق وتشاور دائما كما شهدت العلاقات المصرية الجيبوتي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا عكسه تعزيز التنصيق والتشاور الدائم بين البلدين علاقات متميزة بين مصر وجيبوتي على كل المستويات الرسمية والشعبية في ظل التنصيق والتشاور الدائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامية العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورا في عهد الرئيس السيسي لسيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019 لقاءات قمة جمعت بين الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي تشير إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين حيث انعكست اللقاءات الرسمية بشكل سريع في دفع العديد من المشروعات المشتركة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلا أشاد خلال لقائه بمسؤولين مصريين بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي وخلال تلك الزيارة عقد رئيس السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس الجيبوتي وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية خاصة في منطقتين شرق أفريقيا والقرن الأفريقي اللقاءات الثنائية بين مسؤول الدولتين شهدت كذلك التباحثة بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي وذلك في ظل التعاون الثنائي والإقليمي الممتد بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة وصون الأمن والاستقرار خاصة في منطقتين القرن الأفريقي والبحر الأحمر هذا وتقدم مصر الدعم الفنية والدورات العسكرية داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية للكوادر العسكرية الجيبوتية في التخصصات المختلفة كما أن هناك تعاونا بين مصر وجيبوتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني وكذلك حماية البحر الأحمر من التهديد الإرهابي وعمليات القرصانة الدولية يرى الخبراء أن زيارة رئيس جيبوتي لمصر سيعقبها زيادة في التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي كما يشير الخبراء إلى وجود فرصة كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية لدخول الأسواق الجيبوتية وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الإفريقي تطور لافت في العلاقات المصرية الجيبوتي على المستوى الاقتصادي عكسه تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية حجم التبادل التجارية بين مصر وجيبوتي ارتفع ليسجل أكثر من 48 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 38 مليون دولار خلال عام 2017 وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارية وقد أوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40 مليون و880 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل نحو 34 مليون دولار خلال عام 2017 وأشار التقرير إلى ارتفاع الوردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7 مليون و130 ألف دولار خلال عام 2018 مقابل 3 مليون وتسعمائة وتسعين ألف دولار خلال عام 2017 وشهد عام 2021 قيام وفد مصري كبير من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي فضلا عن التشاور السياسي حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي وقد تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين تتواصل الجهود الحكومية بين مصر وجيبوتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كل البلدين بالفرص الاستثمارية أهلا بحضرتكم من جديد تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تابع خلال اجتماع بحضور عدد من المزراء والمسؤولين الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى وأكد مدبولي على أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية موجها بضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا النوع من المشروعات المهمة وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة يهدف لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة بقادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة لسيما في مشروعات الهيدروجين الأخضر جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيا زكي وذلك لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية من جانبي أشار رئيس الهيئة إلى تلقي المنطقة الاقتصادية لعدة عروض لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل النطاق سواء بمنطقة السخنة المتكاملة أو منطقة شرق برسعيد وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم قادمة من مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي إلى مطار القاهرة الدولي بعد نهاية بطولة الأمم الإفريقية وتقديم المنتخب المصري أداء بطوليا خلال مشوار البطولة وحقق المنتخب الوطني المركز الثاني بطولة أمم إفريقيا في نسختها الثالثة والثلاثين بعد الخسارة أمام سنغال بركلة الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في نهاي إفريقيا بالكاميرون وخض لعب المنتخب المصري مواجهات قوية في المشوار الإفريقي حيث تعرض الفراعنة لضغوط كبيرة ما بين الإصابات والإرهاق والمشوار الكبير الذي خاضوه في البطولة تقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني على المظهر المشرف واللائق في نهيئات كأس الأمم الإفريقية وتحقيق المركز الثاني في البطولة هذا وأكدت اللجنة أن المنتخب المصري لكرة القدم قدم خلال هذه البطولة وفي مشواره أداء مميزا ورجوليا كان لعبون عند حسن الظن بهم وعلى قدر كبير من المسؤولية ونجحوا في الوصول للمباراة النهائية ولم يحالف التوفيق الفريق للفوز باللقب كما أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولوبية المصرية عن خالص الشكر والتقدير للعبين على ما قدموا خلال البطولة والحصول على المركز الثاني أشهد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحارس مرمى منتخب الفراعنة محمد أبو جبل بعد تألقه أمام منتخب السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا في الكاميرون ووصف الكعف عبر حسابه على تويتر أبو جبل بأنه جدار مصر الصلب والمتخصص في التصدي لركلات الجزاء خاصة بعد تصديه بطريقة أكثر من رائعة لركلة جزاء ساديو ماني في الدقائق الأولى من مباراة النهائية كما أشهدت السفارة الكندية بالقاهرة بالحارس المصري محمد أبو جبل موجهة الشكر له على ما قدمه من أداء بطولي خلال مباراة البطولة أشهد الجمهور المصري بعدد من المحافظات باللعبين وأدائهم خلال مشوار البطولة الإفريقية بالكاميرون مشيرين إلى تواصل دعمهم الكامل للمنتخب المصري حتى الوصول إلى كأس العالم في قطر اللعب يا رجالة أد اللي عليهم وفرقة قط الله إن شاء الله فعل وبإز اللي هنقبلهم في كأس العالم وهنوصل كأس العالم على حسابهم إن شاء الله الحمد لله أدوا وأد المسؤولية وإن شاء الله منتظرينهم في شهر مارس إن شاء الله في نفس الفريق والصعود كأس العالم إن شاء الله وكلنا وراء مصر كلنا وراء رجالة مصر إن شاء الله للصعود كأس العالم والله والمنتخب عمر كل اللي عليه النهاردة والحمد لله بس إن شاء الله هنعوضها ونكسب السنغال ونوصل كأس العالم كان فوز مستحق المصر وارد لك المصر إن شاء الله في سلعة حظي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على الثناء من متابعي أداؤه القوي على مدار بطولة الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس بالكاميرون وحصد المنتخب الوطني وصفت البطولة بعد خسارته أمام السنغال بدربات الجزاء الترجحية ولم يكن طريق المنتخب ممهدا حيث أطاح في رحلته بأكبر المنتخبات وهي الكاميرون صاحبة الأرض والمغرب وكاتب وارد أداء مشرف وبطولي قدمه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون رغم خسارة التتويق باللقب والفوز بالمركز الثاني على أفريقيا ولكنه الأول في قلوب المصريين جميعا رغم خسارة اللقب لا خلاف على الجهد الذي بذله المنتخب طوال مشوار البطولة ولقائه فرق كانت المرشح الأول للبطولة منذ الأدوار الإقصائية مثل كوتيفوار ثم المغرب ووصوله لمباراة نصف النهاء مع الكاميرون صاحبة الأرض والجمهورة وأخيرا في النهاء أمام السنغالة والذي شهدت تألق اللاعبين ومثابرتهم للظفر بالبطولة التي انتهت برقالات الترجيح لصالح السنغالة مكاسب عديد على الصعيد الشعبي فقد نال المنتخب احترام الجميع وشاهدنا كيف كانت تضامن الجماهيري مع اللاعبين والمؤاذرة والتشجيع وكيف خرغت ملايين الجماهير في الشوارع رافعة الأعلام المصرية مع كل مباراة للمنتخب في مشاهد تعكس الروح الوطنية العالية والرياضية المشرفة فليس هناك مناسبة تجمع الشعوب أكثر من كرة القدم وهذا ما فعله المنتخب خلال مشواره بالبطولة في بث الفرحة والسعادة والأمال لدى الجماهير ومحب الكرة المصرية وأعلن اللاعبون عن أنفسهم بكل شرف واحترام بما أنجزوه وحققوه من انتصارات المقدرة خلال البطولة لعب الفراعين كانوا عند حسن الظن بهم وعلى قدر كبير من المسؤولية خلال مشوار البطولة لكن الجماهير تأمل في إسعادها مرة أخرى والصعود للمنديال الذي سيقام في قطر 2022 بعد لقاء السنغال مرة أخرى الشهر القادم ذهابا وإيابا وتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية طبعا بلون هارد لك المنتخب الوطني أدوا عليهم اللاعبة وجهاز الفني وعملوا بطولة كبيرة جدا لكن التوفيق ما حالفناش في المورة النهائية إجمال المنتخب الوطني هو الأفضل على مستوى البطولة إحنا لنا الشرف وراء منتخبنا العظيم وده حاجة مشرفة لنا مصر يعني أربع مطشات وراء بعض إكسرة طايم وضربات جزاء واللعيبة دي محترمة جدا وإن شاء الله ماستنهم ويعملوا حيا ونصعد كأس العالم إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا كده بفرصة تانية ويصعدوا الكأس العالم هم أملي اللي عليهم وربنا يوفقهم إن شاء الله الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعله وما فيش نصيب إن شاء الله نعود في كأس العالم ونصعد في التصفيات على حساب السنغال إن شاء الله والقاعد محسن بإذن الله وجه المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش رسالة دعم لللاعبي المتخب بعد أدائهم المشرف والبطولي خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية وكتب كيروش عبر حسادي على تويتر موجها حديثه لللاعبين كتب أنهم يجب أن يشعروا بالفخر والامتنان والتقدير مضيفا أنهم يستحقون العودة إلى الوطن وأن يتم تذكرهم كلاعبين كتبوا معا صفحة أداء بطولي في تاريخ قرة القدم أكد فريق الليفر بول الإنجليزي دعمه لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح بعد الأداء المتميز للفراعنة خلال مشوار بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون مشيرا إلى أن صلاح يجب أن يكون فخورا بهذه البطولة التي وصفها بالرائعة كما كتب نادي أستون فيلا الإنجليزي على صفحته على تويتر رسالة دعم للعب محمود تريزيجي مشيرا إلى أن اللاعب عليه أن يفخر بالأداء المميز الذي قدمه مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية أشهدت الصحف العربية صادرة اليوم بأداء منتخب مصر البطولي طوال مشوار ببطولة كأس الأمم الإفريقية الثالث وثلاثين حيث غلبت الروح القتالية على أداء الأبطال أكدت صحيفة البيانة الإماراتية أن المنتخب العربي المصري خسر نهائي كأس أمم إفريقيا وهو شامخا مرفوع الرأسة أوضحت الصحيفة الإماراتية أن الفراعنة ربحوا ثلاث نهائيات وذلك في إشارة إلى لقاءات مصر مع ساحل العاج والمغرب والكاميرون مقابل خسارة واحدة في نهائي واحد بينما قالت صحيفة اليوم السعودية قالت أن الفراعنة قدموا أداء قتاليا مميزا طوال البطولة غير الإرهاق والإجهاد بسبب ضغط المباريات ولعب أربع نهائيات ممتدة لأوقات إضافية عانت فيها الفراعنة من جانبها ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن ركلات الترقيح عاندت المنتخب المصري وابتسمت لنظير السنغالي في نهائي النسخة الثالثة والثلاثين أعلنت تحالف العربي تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لقوات الحوثي في محافظة الجوف اليمنية وذكر التحالف أنه بدأ تنفيذ عملية ضد أهداف عسكرية مشروعة بصنعاء مضيفا أن العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية وأعلن الجيش اليمني تسجيل انهيارات في صفوف قوات الحوثي وتراجع لعناصره على عدة جبهات شيع ألاف المواطنين في مدينة شفشاون بالمغرب جثمان الطفل ريان بعد إقامة صلاة الجنازة في قرية إغران كانت المملكة المغربية قد أعلنت مساء السبت وفاة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر عميق علق فيه لمدة خمسة أيام في مأساة إنسانية هزت العالم وبذلت مجهودات كبيرة في محاولة لإنقاذ الطفل لكنها باءت بالفشل تعهد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان بملاحقة مرتكب جريمة اغتيال القاضي أحمد فيس الخصاف السعدي في ميسان جنوب العراق وكان السعدي قتل أمس برصاص مسلحين مجهولين وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وجه بفتح تحقيق فوري بعمليات الاختيال الأخيرة في ميسان فيما أرسل وفدا أمنيا للمحافظة الجنوبية لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق أعلن الإعلام الأمني العراقي القفض على ثلاثة إرهابيين بحوزاتهم عبوتان في محافظة نينوة وأوضح الأمن العراقي أن الخلية المضبوطة مسؤولة عن الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية وضبط بحوزاتهم عبوتان تحتوي على عشرة كيلو جرامات من مادة شديدة لانفجار وكذلك على أسلاك وهواتف تستخدم لتصنيع وتفجير العبوات الناسفة ذكرت جامعة جونس هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كرونا حول العالم ارتفع إلى أكثر من 394 مليون و884 ألف حالة أفادت الجامعة بأن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى أكثر من 5 ملايين و739 ألف وفاء وأضفت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم تلتها الهند والبرازيل أعلن رئيس بلدية أوتاوى جيم واتسون حالة الطوارئ اليوم في العاصمة الكندية بسبب احتجاجات لمعارض القيود الصحية واعتبر واتسون أن الوضع في العاصمة بات خارجا عن السيطرة مشيرا إلى أن القرار يعكس الخطر الجسيمة والتهديد الذي تتعرض له سلامة السكان وأمنهم جراء الاحتجاجات المستمرة وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في أوتاوى السبت الماضي إلى مدن كندية رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في حين واصلت عشرات الشاحنات ومتظاهرون شلل الحركة في وسط العاصمة قال رئيس الوزراء الاسترالي سكات مورسون أن بلاده ستعيد فتح حدودها بالكامل أمام جميع حامل التأشيرات الذين تم تطعيمهم اعتبارا من 21 فبراير بعدما يقرب من عامين منذ إغلاقها أمام غير المواطنين للتخفيف من خطر فيروس كرونا شدد مورسون على أن القيود الصحية وتدابير الحدودية التي اعتمدت حكومات الولايات المحلية في البلاد ستستمر في التطبيق على جميع الوافدين إلى أستراليا وتقوم أستراليا بإعادة فتح تدريجي لحدود منذ أواخر العام الماضي للسماح للمهاجرين المهرة والطلاب الدوليين أمرت السلطات الصينية سكان بمدينة بايسا بجنوبي غرب البلاد بالتزام منازلهم اعتبارا من اليوم وتجنب السفر غير ضروري لمكافحة الإصابات المحلية المتزايدة بفيروس كرونا وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي بدأت الجمعة الماضية وتستمر حتى العشرين من فبراير في الوقت الذي تنظم فيه الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فرضت السلطات حجرا على مدينة بايسا التي يقتنها ثلاثة ونصف مليون نسمة والواقع في جنوب البلاد بعد ظهور إصابات كوفيد-19 مجلس المدينة أعلن أنه لم يعد بإمكان السكان مغادرة المنطقة كما يمنع أولئك الذين يعيشون فيما يسمى بالمناطق الخطرة التي تم اكتشاف حالات بها من مغادرة منازلهم المدينة الواقعة على بعد نحو مئة كيلو متر من الحدود مع فيتنام سجلت يوم الأحد أربعا وأربعين إصابة مؤكدة بكوفيد محلية العدوى كما تم تسجيل عدد من الإصابات من الخارج وتقع مدينة بيس الصينية على بعد نحو 2500 كيلو متر من أقرب المواقع الأولمبية وتعد ألعاب كين هي الثانية في زمن كوفيد بعد الألعاب الأولمبية الصيفية في توكيو التي جرت العام الماضي بتأخير سنة بسبب الفيروس وفي بلد يتفاخر بسياسة الصفر كوفيد تبدو التدابير الاحترازية مشددة جدا وأقسى مما كانت في توكيو إذ أقام منظم الألعاب فقاعات صحية صارمة لا يغادرها المشاركون إلا لدى مغادرتهم البلاد وتحضر الإجراءات على الزائرين دخول أو مغادرة الفقاع الأولمبية التي تضم أماكن إقامة المشاركين والنظام النقل ومواقع المسابقات إضافة إلى الفنادق المحصنة والمنشآت التي ستستقبل المنافسات ومواقع الفحوص اليومية للكشف عن فيروس كورونا قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الحكومة ستدرس منحى موافقة مبكرة أو مبكرة مشروطة للأقراص المضادة لكورونا التي تنتجها شركة شيونوغي تدرس اليابان سمح لشركة بالبدء في بيع الأقراص المضادة للفيروس في وقت مبكر من هذا الربيع بعد منح شركة الأدوية تصريحا خاصا لتخطي المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال إنه يريد توسيع برنامج الجرعات التنشيطية المضادة لكورونا في البلاد إلى مليون جرعا يوميا بحلول نهاية الشهر أي مثلي الوتيرة الحالية وتجاوزت الإصابات في اليابان 100 ألف إصابة السبت الماضي لأول مرة وفرضت السلطات إجراءات لمكافحة الإصابات في معظم المناطق في محاولة للحد من انتشار سلالة أومايكرون المتحورة من فيروس كورونا بدأت السلطات في الفلبين تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا في العاصمة مانيلا وقالت وسائل إعلام فلبينية إن عملية توزيع اللقاحات ستمتد إلى بقية أنحاء البلاد لاحقا استهدف الحكومة إلى تلقيح 15 مليون طفل في هذه الفئة العمرية المهددة بالإصابة هذا وقد أوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الأطفال سيتلقون جرعات مناسبة من لقاح فايزر للأطفال مشيرة إلى أنه تم تلقيح 6 ملايين و280 ألف طفل في الفئة العمرية ما بين 12 عام إلى 17 عاما حتى الآن امتنع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التكهن بشأن خطوات أخرى ترغب إدارته في اتخاذها وسط التوترات المستمرة مع روسيا بشأن أوكرينيا جاء ذلك في تصريحات صحفية لبايدن ردا على سؤال عن احتمال نشر مزيد من القوات الأمريكية في أوروبا في حال عدم اتخاذ الرئيس الروسي بلادامير بوتن إجراءات لخفض التصعيد حول أوكرينيا وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء بدأ نقل قوات إضافية إلى كل من رومينيا وبولندا وألمانيا لتعزيز قدرات الدفاع عن الدول المتحالفة ضمن النيتو ولكن البانتاجون أوضح أنه من غير المخطط أن يتم إشراكهم في أعمال قطالية محتملة بأوكرينيا على خلفية التوتر مع روسيا أعلن قصر الإليزيان رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أجرى محادثة هاتفية مع نظير الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن الاتصال جزء من مشاورات ماكرون قبل زيارتي لموسكو اليوم ولقائه بالرئيس الروسي فلادمير بوتين ثم التوجه يوم الثلاثاء القادم إلى كييف حيث سيلتقي بالرئيس الأوكراني فلادمير زالنسكي أوضح الإليزي أن ماكرون سينقش مع بوتين اليوم شروط خفض التصعيد على الحدود مع أوكرينيا أعلنت الرئاسة الروسية الكريملين أن اللقاء المقرر بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلادمير بوتين اليوم في موسكو مهم جدا لكنه قد لا يحقق الانفراج المطلوبة حول الأزمة الأوكرانية وأعرب الكريملين عن أمله أن يحمل الرئيس الفرنسي أفكارا جديدة تساعد على تخفيض التوتر في أوروبا خاصة في ظل تولي فرنسا حاليا للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر أصفرت الفيضانات التي ضربت العاصمة الإكوادورية كيتو لواء الأسبوع الماضي عن مقتل ثمانية وعشرين شخصا على الأقل وأصابت اثنين وخمسين آخرين هذا وقد أعلنت السلطات المحلية الحداد للثلاثة أيام على أرواح الضحايا بعدما بلغ حجم الدمار في كيتو وضعا لا مثيل له وذلك حسب السلطات هذا ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن امرأة مفقودة تبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما كانت تعيش في حي لكمونة شعبي والمتضرر من الهيار الأرضي لا يزال رجال الإنقاذ في الإكوادور يبحثون عن مفقودين في حي لكمونة الشعبي المتضرر من الانهيار الأرضي الناتج عن الفيضانات التي ضربت العاصمة كيتو أوائل الأسبوع الماضي السلطات في كيتو البالغ عدد سكانها اثنين وسبعة من عشر مليون نسمة أعلنت الحداد ثلاثة أيام على روح الضحايا مشيرة إلى أن حجم الدمار لا مثيل له وتسببت الأمطار الغزيرة في تراكم المياه في ممر ضيق بالقرب من حي لاجسكا وحي لكمونة الذين تسكنهما الطبق العاملة الأمر الذي أدى إلى سقوط الطين والحجارة على المساكن والتأثير على إمدادات الكهرباء وظهر في مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي نهر من الوحل يتدفق في شوارع الأحياء جارفاً الأشجار والسيارات وسنعضيك الكمامة وأعمدة الكهرباء بينما يصرخ السكان طلباً للنجدة وتواجه الإكوادور سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق مما تسبب في فيضان الأنهار وتأثر مئات المنازل والطرق وتعادل الأمطار التي سقطت على كيتو 75 لتراً للمتر المربع وهي الكمية الأكبر منذ أقدين ويقول علماء إنه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب يحول غلاف الجوي على مزيد من بخار الماء ما يزيد من فرص هطول الأمطار الغزيرة وذلك بسبب تغير المناخ الذي يشهده العالم يختتم اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في دورته الثلاثة والخمسين حيث تقام العديد من الفعاليات الثقافية ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم بعد تحية جرمين انقلي لنا أهم فعاليات اليوم الأخير من المعرض وحجم الإقبال من قبل المواطنين وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة في شهادة الشأن نعم أميرة بعد التحية كما ذكرت اليوم هو اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولية للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين هذه النسخة التي أقيمت بمشاركة أكثر من ألف نشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من خمسين دولة حول العالم وحلت اليونان كضيف شرف لهذا المعرض وهذه النسخة يعني الحقيقة هذه نسخة من المعرض كانت نسخة استثنائية نظرا لأنه كان فيها عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التي أقيمت للمرة الأولى من ضمن هذه الأشياء هو إصدار النسخة الخاصة بالمشروع الكتاب الرقمي من الهيئة المصرية للكتاب أيضا في هذه النسخة تم استخدام أحدث وسائل تطور التكنولوجي والزكاء الاصطناعي يعني على سبيل المثال تم يعني عرض شخصية المعرض هذا العام الكاتب يحيح حقي بتقنية الهولوجرام عن طريق خشات تعمل باللمس وفي عرض تفاعلي مع الجمهور أيضا تم استحداث جائزة أفضل كاتب عربي في هذه النسخة هذا المعرض بينقسم لخمس قاعة أيضا للمرة الأولى تم تخصيص قاعة كاملة على مساحة أربعمائة متر للطفل وكانت بمثابة معرض موازي لأنشطة وكتب الطفل كانت هذه القاعة تنقسم لعدد من الأقسام خاصة بدور نشر لإصدارات الطفل وأيضا الكتب المدرسية إلى جانب إقامة عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية وبرش الحكي الخاصة بالأطفل أيضا المنصة الرقمية تم إضافة فيها عدد من التقنيات والفعاليات الجديدة هذه المنصة التي تم إصدارها العام الماضي ولكن هذا العام تم إتاحة فيها خاصية شراء الكتب أونلاين وتوصلها لأي مكان في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد المصرية إلى جانب الإصدارات أو الفعاليات الأخرى الخاصة بهذه المنصة مثل الإطلاع على الأنشطة وأجندة المعرض وأيضا شراء التذكر الحقيقة كان هناك تنظيم كبير للمعرض في هذه النصة وإقبال كبير جدا من المواطنين حتى اليوم هو اليوم الأخير يعني منذ وصولنا وحتى الآن شهدنا إقبال كبير بين المواطنين في الفرصة الأخيرة واليوم الأخير لشراء الكتب والتمتع بالأنشطة الثقافية والفنية وصرحت إدارة المعرض أنه يعني عدد الزائرين تجاوز المليون زائر في هذه النسخة من معرض القاهرة الدولية للكتاب أعود إليكم في الستوديو جيرمين إبراهيم ورسلة التلفزيون النصري شكرا جزيلا لك نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافا سلط الضوء من خلاله على تحول مصر لمحور للربط الكهربائي بين القرات وذلك بعد مرور سبع سنوات على بدء النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة أوضح التقرير أن العجز في الكهرباء تحول إلى فائد يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى لافتا إلى وصول قيمة الاستثمارات في هذا المجال في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2021 أظهر التقرير أنه تم إضافة نحو 30 ألف ميجاوات بقدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية ليصل بذلك فائد القهرباء في يونيو من عام 2020 إلى 13 ألف ميجاوات أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا حول مستقبل صناعة المنسوجات الذكية عالميا ومحليا ودور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في صناعة المنسوجات الذكية وأوضح التقرير أن المنسوجات الذكية المستخدمة في مجال النقل تستحوز على أكبر شريحة في السوق العالمية بقيمة 42 مليار دولار وحصة تمثل 22% وذلك من السوق العالمية وأشار التقرير إلى وجود فرص استثمار في صناعة المنسوجات التقنية في مصر إضافة إلى احتمالية زيادة الطلب المحلي على المنتجات النهائية للمنسوجات الذكية ومنها منتجات الصحة والسلام الشخصية وأحزمة الأمان والوسائد الهوائية وغيرها أعلنت وزارة الموارد المائية والري استهداف تأهيل مصاقي بأطوال تبلغ 900 كم بمحافظة القليوبية بالإضافة إلى التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان وذلك في نهاية شهر يونيو القادم أشرت الوزارة إلى أنه تم حتى تاريخ تدبير الاعتماد المالي لتأهيل المصاقي بأطوال 184 كم جاري تنفيذ 88 كم منها جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المصاقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية أكدت وزارة التنمية المحلية أن مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر والذي ستنظمه الوزارة خلال الأسبوع القليل المقبلة بمحافظة أسوان يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمحافظة الصعيد وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الاهتمام الرئاسي بصعيد مصر تجلى في تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته العشر خلال السبع سنوات الماضية والتي تصل إلى ما يقرب من تريليون جنيه وفقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من ثلاثة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليون جنيه إلى خمسة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليون جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدام المساهمين وخلال اجتمع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات أكدت وزيرة التجارة والصناع عنفين جامع أن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته ولفتت الوزيرة إلى أن البنك يقوم بتمويل مشروعات إحلال الوردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية وذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا أكدت وزارة البترول أهمية الإسراع بتنفيذ خطة إقامة التوسعات الجديدة بميناء الحمراء وهو أحد أهم الموانئ البترولية بمنطقة العالمين بما يتواكب مع جهود الدولة لتحقيق طفرة تنموية وعمرانية غير مسبوقة بمدينة العالمين الجديدة وخلال رئاسته الجمعية العامة لشركة بترول الصحراء الغربية ويبكو لأتمادي موازنتها التخطيطية أشار الوزير إلى أنه يتم التعجيل بإقامة مستودع لتداول وتخزين المنتجات البترولية من البترول والسولار بالمنطقة وذلك بالتوازي مع الأعمال الجارية لمد خطة أو خطي أنبيب لنقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى العالمين الجديدة أنهت للبرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي مع اتجاه المستثمرين المصريين للبيع مقابل مشاريات العرب والأجانب هذا وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق مستوى 748.5 مليار جنيه وسط تدولات كلية بلغت نحو 6.5 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إيجي إكتثيرتي بما نسبته 21.21 من 100% ليغلق عند مستوى 11.548 نقطة كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكتثيرتي متساوي الأوزان بما نسبة 84.100% ليغلق عند مستوى 21.55 نقطة وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي إكتثيرتي متساوي الأوزان بنسبة 87.100% ليغلق عند مستوى 3.184 نقطة إلى منطقة الخليج حيث صعدت أغلب أسواق المال بالمنطقة مع تماسك أسعار النفط القربة أعلى مستوياتها منذ عام 2014 وصعد المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 37.100% كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 57.100% وصعد مؤشر أبو ظبي بنسبة 17.100% بهذا يا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية مشرة الثالثة من التلفزيون المصرية ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوى الرئيس السيسي يؤكد أن مباحثاته مع رئيس جيبوتي تناولت الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي يستعرض مشروعات الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس عودة أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم إلى القاهرة بعد الأداء البطولي في كأس الأمم الإفريقية انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لحضراتكم دائما وأبدا دمتم في أمان الله إلى اللقاء